يعطيكم العافية اليوم اللجنة الفرعية لدراسة أنون حماية المستهلك اجتمعت وتقدمنا بالأنون وكان في ملاحظات قيمة جدا من وزارة الاقتصاد أنا بحييون وهذا العمل هو لتحفيز حقوق المستهلك المواطن بهالظرف الاقتصادي والمالي اللي عم نمرق فيه لجنة الاقتصاد اجتمعت واستضفنا اليوم مع الوزير الاقتصاد استاذ أمين سلام كان موضوع هاللجنة اليوم هو تقييم للمؤشر الغذائي يلي تعاوننا في لجنة الاقتصاد ووزارة الاقتصاد بالاختصار كانت ردة فعل الناس إيجابية نحن عم نطالب أنه بتعميم تسعير الدولار بالسوبر ماركت لأنه حتى يلي هنين عم بيصنفوا المواد الغذائية أنه هي صنع محلي بتصور إذا تسعرت بالدولار بيساعد كمان المنافسة في دراسة عملت على 20 سلعة أساسية بين 15 كنون الثاني لـ 22 أدار وأظهرت أنه صار فيه انخفاض بأسعار المواد الغذائية بنسبة 7.3% هذا مؤشر إيجابي يلي ساعدنا كمان أنه بهالفترة كان فيه استقرار لسعر الصرف يلي بالحقيقة بيعطي إرتياح عند المواطن الاعتراض على طريقة التطبيق نعم كان فيه اعتراضات بس إن الله راد هنا اعتراضات تقنية ورح تنحل تدريجيا شو هي اللي إشيا اللي شفناها من هالمؤشر الغذائي إنه صار فيه تحسين بالنوعية وبالسعر وصار فيه تحفيز للبيئة المنافسة فيه إشياة لعبة ضدنا هي زيادة سعر المحروقات يلي كانت بين 10 و 30 بالمية بهالفترة فزيدت قيمة الأوفرهيد على البضاعة وكمان تدني القوى الشرائية للمواطن قدرة الشرائية نزلت دولار جمركي ما كتير أثر على المواد الغذائية بس اللي صار وأنا بحب نوه بهالموضوع إنه صار فيه توقف لعمليات الصيرفة بالمحلات الكبيرة بالسوبر ماركت كان فيه أوبريشن صيرفة بالسوبر ماركت الكبار هيدا هالكابوس يلي كنا عم نعاني منه توقف أنا ما بدي أقول إنه كان فيه سوق نية بس بدي أقول إنه عرض السعر على السلعة خلق جو منافسة وكان فيه وضوح أكتر للمستهلك ونحن كبرلمان وممثلين للشعب نوقف حد المستهلك يلي ما تلتزموا لليوم محلات صغيرة والمتوسطة بسبب إشياء علاقة بالمعلوماتية بتصور إنه تدريجيا رح تنحل ويلي لحظناه إنه كبار الصرافين نسبة أعمالهم نزلت لأنه كمان الكتلة النقضية خفت بين إيديهم وبتصور هذا كان من إيجابيات المؤشر الغذائي الأرار يلي أخدناه نحن بالشراكة مع الوزارة خدم الأهداف المرجية مع أنه كان فيه كتير مشككين وكان ناس عمت لمصالح شخصية كانوا بتمنوا أنه نفشل بس بقوة ربنا المواطن ومستهلك ما بيفشل نحن ما فينا نسيطر على السوق كليا لأنه يا أخوين وقتلي بتشوفوا أنه سعر الصرف طلع من الألف وخمسة للمئة ألف وفوق المئة ألف كيف بتكن تسيطروا على السوق فعنجد فيه استحالة أنه كتير خير الحماية المستهلك بالوزارة اللي العمل اللي عم بيقوموا فيه هيدا القرارات ما كان لازم نحنا نخدها لا بلنجلة الاقتصاد ولا بوزارة الاقتصاد هيدا قرارات مالية كان لازم وزارة المال هي تخدها وزير سلام كان عنده خبرية منيحة أنه الWFP عم بتوفر مساعدة تقنية لدراسة خمسين سلعة اللي رح تعطي لكل سلعة سعر وسطي حتى نقدر نعمل مقارنة وهيدي يمكن بتكون حاضرة من هون لثلاث أسابيع وهيدي رح يكون إضافة نوعية للمؤشر الغذائي إذا منرجع نحنا مشوف وين المشكلة المشكلة هو سعر الصرف نحنا لو فينا نواحد سعر الصرف كنا كل هالإشياء اللي عم نعملها بتكون سهلة أنه ننفذها الشي اللي كان ملفت للجنة بوجود الزمير رئيس لجنة الاتصالات السيد إبراهيم موسوي إنه هالمنصات الإلكترونية اللي موجودة بالبلد اللي هي ما عندها ترخيص هي اللي عم تلعب بسعر الصرف واللجنة يعني حبزت فكرة إنه نسكر هالمنصات اللي ما عندها رخصة لأنه هيده هدر لإرادات الدولة من الإرادات اللي عم تجي من الأنترنت نحن عم نركز يا أخوان على التهريب بس التهريب هو بقلب الدولة والتهريب هو من المعابر الشارعية فإذا نحن ما فينا نوقفهم بقلب الدولة لشوها الدولة التهريب هو لا حكومة تصريف أعمال ولا حكومة ولا رئيس جمهورية بدي يكون فيه نية لحتى نقدر نكافع نكافع هالقافة المستهلك اليوم عم تجوا بتاخدوا منه رسوم على ساعات كهرباء وما عنده كهرباء فأنا بطالب معلي وزير الطاقة إنه يا عم يرجعوا وعملوا إعادة دراسة لأنه أنت كان فكرك إنه رح تقدر تأمن ثمان ساعات ما أمنتها وثلاث ساعات في بعض مناطق عم يجيها قلما ثلاث ساعات يعني معقولة إنه رسم الكونتور العداد طبع أكتر من رسم الاستهلاك شي مش معقول فأنا بتمنى ينعمل دراسات جديدة لنقدر نعرف كيف ننخفف على كهل المواطن بناء الدولة يا أخوان هو مش بس رئيس جديد هو التفكير جديد طريقة لمعالجة مشاكل هالوطن يلي هي فساد أنا بطالب الوزارة طالب رئيس الحكومة والقوى الأمنية نطلب المؤاذرة لأنه تسكير المنصات الإلكترونية ما بده كتير شغل مش متل التعديات على خط الكهرباء يلي بده عن جات قوى أمنية ما زال أنتو عارفين عم تعرفوا وين قبل ما تعلوا الدرايب عن الناس حصلوا حقوق الدولة من إيرادات بدل ما تاخدها شركات خاصة تفوت هالإيرادات على الدولة وشكرا